موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حادث صحافة نبدأها من صحيفة الانديبندنت التي نشرت مقالة رأي لروبرت فيسك بعنوان هل اعتقدت برلين أن اعتقال أحمد منصور فكرة جيدة؟ وقال فيسك أن توقيف أحمد منصور الصحافي المصري في قناة الجزيرة القطرية في برلين يعد ضربة بيروقراطية موجعة لحرية الصحافة وللمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولألمانيا الديمقراطية وتساءل فيسك في مقاله من قرر إلقاء القبض على أشهر صحفي قناة الجزيرة في مطار تيجل في برلين مضيفا أن توقيف منصور جاء اعتمادا على مذكرة صادرة من نظام حكم حكم على رئيسه المنتخب شرعيا بالإعدام وأشار كاتب المقال إلى أنه ليس كافيا أن يطالب منصور ومحاميه وقناة الجزيرة نفسها بإطلاق سراحه بل يجب على ميركل أن تزودنا بتفاصيل وتطرق فيسك للاجتماع الذي جمع بين ميركل والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ أسبوعين مشيرا إلى أن السيسي وصل إلى سدة الرئاسة بحصوله على 96.1% من أصوات الناخبين وقال فيسك إن لو كان أدولف هتلر حيا لكان شعر بالغيرة من السيسي لحصوله على هذا الكم الهائل من الأصوات مضحا أن السيسي وقع صفقة مع شركة سيمانس بحوالي 8 مليار يورو متسائلا إن كان ثمن هذه الصفقة حرية الصحفية أحمد منصور ونوها فيسك إلى أن العرب يحبون نظرية المؤامرة ويمكن أن يكون سبب اعتقال منصور السبق الصحفي الذي حققه في شمال سوريا إذ استطاع إجراء مقابلة مع قائد جبهة النصرة وكان في طريق عودته إلى قطر صحيفة الڭاردين نشرت مقالا لجايلز فيرغير بعنوان لا وجود لحرب أخلاقية لكن يجب حماية السوريين حيث يشير الكاتب إلى أنه منذ قرن من الزمن في نيسان من عام 1915 استخدم الجيش الألماني غاز الكلور لأول مرة ضد الفرنسيين في معركة إبر الثانية الكلور الذي يستخدم كوسيلة لتعقيم الماء يعد عنصرا أساسيا للصحة العامة ولكن كغاز مركز يقوم الكلور بتجريد الرئتين من سطحهما الداخلي ويقود إلى موت بطيء مقرف عن طريق الاختناق بعد مائة عام لا زال يستخدم ذلك السلاح المقرف هذه المرة من قبل الرئيس السوري بشار الأسد الذي على الرغم من أنه تخرج من الجامعة كطبيب يقوم الآن بإسقاط البراميل المتفجرة المليئة بهذه المواد السامة على المدنيين من شعبه يستمر الأسد بإنكار ذلك على الرغم من وجود الكثير من الأدلة الآن التي أكدت للمجتمع الدولي أنه يكذب بصفاقة قبل عامين عند تهديدهم باحتمال شن غارة مشتركة زعم السوريون أنهم دمروا كل مخازنهم من الأسلحة الكيميائية ولكن هذا الأسبوع قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه واثق تماما من أن النظام السوري يستخدم غازة لكلور ضد شعبه لقد كان ذلك تماما ما دعاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما سابقا بالخط الأحمر الذي لا يجب أن يسمح للأسد بتجاوزه ولكن بعد أن تخطاه مرارا لم يقم أوباما سوى بإصدار أصوات تنم عن عدم الموافقة المشكلة والمشكلة هي أن الأسد يقاتل الدولة الإسلامية ولذا فإنه يعتبر من قبل البعض كحليف تقريبا فيما يدعى بالحرب ضد الإرهاب إنها فكرة الحرب الأخلاقية مثل قريبتها فكرة الحرب الدينية هي أسطورة خطيرة تسعى لتبرير سفك الدماء وتقودنا لتحالفات رهيبة هذه طريقة أخرى للقول بأن الأشخاص الأكثر خطورة في العالم هم من يظنون أنهم على حق هذه طريقة أخرى لنقول إن الأخلاق مثل الدين أمر خطير هل أنا ضد العنف؟ كلا إنني أفتقر للشجاعة وإن الأشخاص الضعفاء يستحقون الحماية بالأسلحة إن كانت ضروريا ولكني لا أدعو ذلك بالأمر الأخلاقي أدعوه بالمأساة صحيفة الدستور الأردنية نشرت مقالا لياسر الزعاطرة بعنوان شيعة ضد سياسات حزب الله حيث يشير الكاتب إلى أنه تحت شعار عملا للوحدة ورفضا للفتنة تجمع عدد من النشطين والصحفيين والمواطنين في صحة رياض الصلح ليعبروا عن موقف وطني يدعو إلى تحييد لبنان عن خط الزلزار في المنطقة وحفاظا على الشباب اللبناني الذي يستغل من قبل أطراف إقليمية ومحلية تحقيقا لمآرب سياسية ومصالح خاصة بحسب تعبير موقع يعبر عن هذه الفئة حوالي مئتي شخصية غالبيتهم من النخب الشيعية هم الذين نفذوا الوقف يوم الأربعاء الماضي وهم أنفسهم من تطلق عليهم دوائر حزب الله مسمى شيعة السفارة أي السفارة الأمريكية الهجوم على معارضي الحزب من النخب الشيعية ليس جديدا فهو حاضر بشكل دائم في علام الحزب وخلفائه لكن الأمر ما لبث أن تطور لكي يجري الحديث عنهم بلغة التخوين وحتى التهديث من قبل الأمين العام لحزب الله نفسه في لقاء مع جرح الحزب في سوريا ما قاله الأمين العام للحزب بحق هذه الفئة والحملة التي تتواصل ضدهم هي تعبير عن مأزق وفي حالة كهذه لا يحتمل المأزوم من يؤشر إلى أزمته وأخطائه حين لا يكون بوسعه أن يلقي في وجهه بتهمة طائفية التي يستخدمها خلفاء إيران كما تستخدم دولة الاحتلال الصهيوني تهمة لا سامية ضد منتقدها الفئة المعارضة للحزب ترى بأن رهن اللبنانيين الشيع بل كل الشيع العرب لمشاريع إيران وضرب من الجنون وهذا الأمر لا يمكن للحزب الذي تموله إيران من الباب إلى المحراب أن يتمرد عليه من المؤكد أن الفضاء الشعبي الشيعي لا يزال منحازا بشكل ساحق لحزب الله مع ذلك لا يجب التقليل من أهمية هذه النخب التي لا نعثر مع الأسف على مثلها في فضاءات شيعية عربية أخرى بخاصة في الخليج الذي يندر أن نجد فيه أصوات شيعية تتحدى سياسات إيران في المنطقة في ضوء ذلك كله يستحق هؤلاء الذين اعتصموا في بيروت أن نؤدي لهم التحية فهم من يبقون ويبقون على الأمل قائما في أن تتجاوز المنطقة هذا الجنون المذهبي ولو بعد زمن من الموت والدمار وصولا إلى التعايش الذي لا خيار سوى وإن كان مرتبطا بعودة إيران إلى رشدها والقبول باستحقاق جوار مناسب مع محيطها في المنطقة صحيفة الصباح التركية نشرت موضوعا تحت عنوان هدف حزب الاتحاد الديمقراطي التصفية العرقية حيث تنقل الصحيفة لقاءا لها مع مندرس أتلا رئيس بلدية مدينة جينال بنار في ولاية الشانلي أورفا المتاخمة للحدود السورية والذي تعرض إلى أربع محاولات اغتيال خلال خمسة عشر شهرا الأخيرة أتلا اتهم حزب ديمقراطية الشعوب وحزب الاتحاد الديمقراطي الجناح السوري لتنظيم بيكيكي الإرهابي بتدبير محاولات اغتياله مشيرا إلى أنهما ينويان القيام بتصفية عرقية في المدينة وأنه يعد أكبر عائق لهم في هذا المجال ذكر أتلا بأن رئيس البلدية السابق كان من حزب ديمقراطية الشعوب وكان يبعث المساعدات لحزب الاتحاد الديمقراطي مستخدما وصائطا نقل رسمية وأكد بأن الحزبين ينويان تنفيذ نفس المآرب التي قام بها في مدينة رأس العين السورية حيث أبعد ثمانين بالمئة من سكانها وأسكن خمسين ألف كرديا محلهم وفي حالة نجاحهم بالاستحواذ على مدينة جيلان بنار فإنها ستتحول إلى نصيبين وجزر ثانية بتضييق الخناق على السكان غير الأكراد لتهجيرهم صحيفة ينشفق التركية نشرت موضوعا تحت عنوان الأخوات الثلاثة حيث تقول الصحيفة أن نظام بشار الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم داعش قد اتفقوا على التعاون في مجال الطاقة في سوريا واصفة إياهم بالأخوات الثلاثة وتشير الصحيفة إلى إرسال داعش عشرات من ناقلات الوقود إلى تل أبيض الواقع تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي ونظام السوري من مدينة الحسكة الغنية بالنفطة في السياق تنقل الصحيفة أقوال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو عن اتفاق نظام الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطي وداعش على تسليم تل أبيض لحزب الاتحاد الديمقراطي وتؤكد الصحيفة بأن هؤلاء الثلاثة يسيطرون على قطاع الطاقة في سوريا بينما لا تمتلك قوى المعارضة سوريا الأخرى أية مصادر للطاقة تذكر الصحيفة أن داعش يقوم بتزويد النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي بالنفط من جهة أخرى تضيف الصحيفة بأن المخيمات المتواجدة قرب الحدود التركية ومدينة حلب تستخرج احتياجاتها من المياه من الأبر مستخدمة المضخات العاملة بالديزل وأن نقص الديزل يتسبب في حرمانهم من المياه ونقرأ أيضا في صحيفة العربي الجديدة التي نشرت مقالا لنادر جبالي بعنوان سوريا عندما يغيب الكبار حيث يرى الكاتب بأن افتقار الصحة السياسية سوريا إلى رجال دولة كبار كان وما يزال من أهم أسباب في بؤسنا القائم وتعثر ثورتنا لا تكفي الثقافة وسعة العلم والمعرفة حتى يحوز صاحبها لقب رجل دولة كما لا يكفي التاريخ النضالي وقضاء السنين الطويلة بين السجون والتخفي كما لا تكفي البراعة السياسية أو الإعلامية على ما لتلك المواصفات من أهمية بل تتطلب حيثة لقب كهذا مواصفات شخصية من نوع آخر أكثر سموا هي مزيج من الرجولة والنبل والخبرة وصفاء الذهن وبعد النظر والحكمة نذكر منها الحساسية العالية لسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني وتمييز ورفض كل ما يمس بهما ومنها إعلاء شأن الوطن ومصالحه على المصالح الشخصية والامتيازات الخاصة ومنها القدرة على التسامح وترفع عن صغير الأمور وتجاوز الخلافات مع شركاء الهم الوطني وتقديم بعض التنازلات لهم عندما تتطلب مصلحة الوطن ذلك ومنها الصدق والشفافية مع الشعب والقدرة على الشجاعة وعلى المصارحة والاعتراف بالأخطاء وإجراء المراجعات وإعادة النظر وتصحيح المسارات في الوقت المناسب فإذا ألقينا نظرة متأملة على أداء من تصدر المشهد السياسي في سوريا نرى أشخاص انفرطوا باستقلاليتهم وبقرارهم الوطني وارتهنوا للأجنبي وتحولوا إلى دمات تحركها هذه الدولة أو تلك فهذه الجماعة من قطر وذاك من جماعة السعودية والآخر من جماعة تركيا وأصبحوا يضبطون إيقاعاتهم على نغمات تلك الدول مع أنني لا أشك أن معظمهم تورط بذلك معتقداً بحسنينية أنه يخدم بلاده وشعبه في ظروف بالغة البؤس والقسوة وتحت ضغوط بالغة الشدة لكن من يفرط بقراره الوطني المستقل في لحظة معينة يفقد حتماً قدرته على الاتيان بتصرفات الكبار في اللحظات المصيرية فأن تكون وطنياً شيء وهم غالباً كذلك وأن تكون قادراً على الحفاظ على قرارك الوطني المستقل شيء آخر وهنا يكمن الفرق ونرى أن هذا الفشل المطلق منذ اندلاع الثورة والذي كلف كل هذه الدماء وهذا البؤس والدمار لم يكن كافياً لإجراء أحدهم أي مراجعة أو إعادة النظر في أي شيء أو الاعتراف بأي خطأ أو التراجع عن أي مسار أو منقف هذا هو المستوى من تصدر المشهد السياسي خلال الثورة وبغض النظر عن الفروق التي قد تكبر أو تصغل بينهم إلا أن الثابت أن أحد منهم لا يرقى إلى مستوى الكبار مستوى رجال الدولة بالمعنى الذين تحدثوا عنه استسلمنا لقدرنا نحن سوريون وفهمنا أن زمن الكبار وله وأن حصرت أمانينا في أن يكبر معارضون قليلاً قليلاً فقط كرما لعيون شعب منهك ووطن أثخنته الجراح صحيفة المستقبل اللبنانية نشرت مقالة لأسعد حيدر بعنوان سيناريوهات يوم سقوط الأسد وما بعده الكاتب رأى أن تطورات العسكرية لتكفي لأن يسقط الأسد وأوضح أنه يجب انتظار قرارات القوى الخارجية المشدودة أساساً إلى تعبها من بقاء الأسد تماماً كما هذه القوى تنتظر تعب القوى المتقاتلة حتى تتقدم باتجاه الحال السياسي مبرزاً أن الأسد بدأ يتعب لكن المهم أن يقارر حلفاؤه إبلاغه تعبهم منه وكل هذا مرتبط بمفاوضات والمقايضات وأشار الكاتب لأنه أمام هذا الواقع لا يوجد سيناريو واحد لسقوط الأسد ولا سيناريو واحد لما بعد الأسد منوهاً إلى أن جميع السيناريوات خارج من مغتص الدماء السوري وبيّن الكاتب أنه توجد احتمالات وسيناريوهات عدة لمستقبل الأسد ونظامه وأيضاً ما بعده منها غرق سوريا في العرقنة أو الصوملة أو على الطريقة الليبية كما يتخوف القيصر بوتين معتبراً أن كل شيء يتوقف على جدية الكبار وماذا ستقبض كل من موسكو وطهران ثم تخليهما عن الأسد وخلص الكاتب إلى أنه في جميع الاحتمالات يوجد رابحون كبار وصغار وخاسر واحد كبير هو الشعب السوري شبكة شام نشرت مقالاً لزيد مصطفى بعنوان وماذا عن تعظيب المعتقلين السوريين في سجون لبنان حيث فجر تسريب تسجيلين لتعظيب معتقلين إسلاميين في لبنان على أيدي قوى الأمن هناك حالة من الصخط والشجب واستدعت الاستنفار لدى الأوساط السياسيين من الطائفة السونية للبحث في أمور التعقيب وراء المرتكبين وتحويلهم للقضاء ولكن السؤال ماذا عن تعظيب المعتقلين السوريين لدى السلطات اللبنانية عموماً ولدى المخابرات العسكرية الخاضعة لسيطرة حزب الله بشكل كامل فقد ارتفع عدد المعتقلين السوريين لما يزيد عن ثلاثة ألاف معتقل غالبيتهم في السجون اللبنانية ضيقة على أهل البلد لكنها كانت رحبة للمستضعفين وباتت الزنازين تحويل عشرات الذين يحملون صفة لصيقة الإرهاب إلى حد وصل إلى اعتبار المليون ونصف من السوريين المتواجدين في لبنان بفعل حرب الأسد وداعمه حزب الله إلى إرهابيين ما لم يثبت العكس مئات وتصل للآلاف حالة التعذيب التي تعرض لها السوريون على أيدي ما تسمى شكلاً بالدولة اللبنانية وفعلاً على أيدي جلادي حزب الله الذي أخذ على عتيقه ملاحقة السوريين في كل مكان وإلحاق أكبر ضرر ممكن بكرامتهم وحياتهم كعقوبة على الانتفاض في وجه ولي الأمر بشار أسد المعتقلين اللبنانيين المعذبين وجدوا من يدافع عنهم ولو بعد حين فماذا عن المعتقلين السوريين في سجون السلطات اللبنانية الذين نوسيوا في المعتقلات وتم التغاضي على الإشحاف والاحتقار الذي لاقوه ويلاقوه كون من يعذب هو السلطة ذاتها في سوريا أما المعارضة فلا حول ولا قوة لها أقصى ما يمكن أن تفعله وبيان شجب صدر لمرة واحدة وقد تلقى بناء عليه بعض التوبيخ وقد تلقى بناء عليه بعض التوبيخ من الكثيرين لأنه انتقد سلطات لبنان وجيشها في لبنان يوجد مليون ونص سوري يتعرضون للتعظيم المادي والمعنوي وهم بحاجة لمن يزود عنهم بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة